حاملنا الكثير من الامل لمحافظة عانة الكثير توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة ذيقار لتكون محطة يقف فيها على دقائق الامور ولعقد جلسة لحكومته فيها وليلتقي قياداتها الامنية وحكومتها المخلية ووجوها المحافظة وشبابها المتظاهرين الكاظمي شخص بدقة مكمن المعاناة والتهميش الذي تعرضت اليه الناصرية على مدى العقود السابقة على الرغم مما قدمته من تضحيات وما رفدت به العراق من علماء ومثقفين ومبدعين في مختلف المجالات مدينة حقيقة متعرضة للتهميش منذ تأسيس الدول العراقية ولحد هاللحظة وما بعد 2003 كل القادة السياسيين اغلبهم من هالمحافظة الزيارة لم تكن بروتوكولية او لاسقاط فرد بل تضمنت جملة من القرارات غير المسبوقة لمعالجة وضع الناصرية وتم الكشف فيها عن مشاريع لم تشهدها المحافظة في تاريخها احنا عندنا مشروع نفطي راح يكون اهم مشروع في العراق وقعنا مذكرة تفاهم اولية لم يغب عن بالي رئيس الوزراء التطرق للشغل الشاغل للمواطن العراقي ونعني هنا موضوع الرواتب المتأخرة مطلقا من الناصرية وعدا بانهاء المشكلة والرواتب متعطلة ولكن بكل تأكيد اليوم ان شاء الله تنحل موضوع الرواتب ولكن في نفس الوقت يجب ان نعمل انتج استثناء بوضع خاص لمدينة الناصرية كعادته كان الكاظمي قريبا من المواطن البسيط وتلقائيا في التعامل معه فكانت جولته في شوارع المدينة مبعث رضا اهالي المحافظة وذهابه الى جسر الزيتون رمزية كبيرة بين الاهالي اضافة الى استماعه لمطالب الشباب وتجديده على التعامل الحضاري معهم الشهداء وعائلاتهم كان لهم نصيب كبير من اهتمام رئيس الوزراء الذي اكد ضرورة تلبية احتياجاتهم في حين وضع اهالي الشهداء ثقتهم بالكاظمي للاقتصاص من القتلة وتحقيق ما بذل الشهداء من دماءه في سبيله ونفاق بيك ونفاق بيك واري الشغلة وحده عوائل الشهداء لا تستهل واردها من عندك والله يزيدك الشهداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة